مرحبا بكم جميعا إلى موضوع جديد وموضوع اليوم حقيقة جدا مهم هذا الدرس ركزوا عليه قدر الإمكان لأنه مهم في التحدث وفي اللغة الإنجليزية بشكل عام موضوع اليوم يتكلم عن كيف أنك تفهم الأسئلة التي توجه إليك أو أيضا إذا أردت أن تسأل أحدهم ما هي الكلمة المناسبة التي تبدأ بها سؤالك ندخل على طول في الدرس عندي 12 كلمة مهمة جدا قد يسألك بها أحد أو قد تريد أن تستخدمها أنت للسؤال عن أي شيء فعندنا الكلمة الأولى what وتعني ماذا وتستخدم كثير مثلا what is your name what is your job ما هو اسمك ما هو عملك واستخدامات كثيرة المهم أن تعرف أن what تعني ماذا أو باللغة العامية إيش اسمك إيش عملك الكلمة الثانية where وتعني أين where where فقد تقول where is علي أين هو علي where is the book أين الكتاب إذن ممكن تقول what is this ما هذا where is مثلا علي الكلمة الثالثة when when وتعني متى وقد تقول when is the party هناك حفلة party فأنت تريد أن تسأل متى الحفلة when is the party when is the party إذن عندنا what ماذا where أين when متى الكلمة المهمة why لماذا why لماذا وقد تسأل أحدهم why are you لماذا أنت upset 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 يعني زعلان ليش أنت زعلان why are you angry لماذا أنت غضبان why are you sad يعني تستطيع أن تستخدمها في عدة أسئلة اللي يهمني أن تعرف أن السؤال الذي يوجه إليك قد يكون ماذا أين متى لماذا السؤال الذي يبدأ به غير الذي يبدأ به وهذه هنا في خربطة عند بعض الطلاب who يعني من فwho are you من أنت لكن how are you كيف أنت يعني كيف حالك فمش معقولة يجي واحد يعني يقول لك who are you من أنت فتتوقع أنه سألك كيف حالك فتقول له fine thank you بخير شكرا أو العكس يعني قد لا يقول أحدهم يسأل يقول لك how are you كيف حالك فتقول له أيام عبد الله أيام مراد واحد يقول مش فاهم يا أستاذ مراد الفرق بسيط هنا who من who لكن هنا how how who how who how اقرأها معي who are you من تكون أنت how are you كيف تكون أنت يعني كيف حالك وعندنا how many وهذا سؤال مخصص للعدد أي حدي سألك يقول لك how many brothers يعني كم على الأخوان اللي معك how many sisters كم عندك أخوات how many books how many cars how many كم عدد يعني بيسألك على العدد إذن هنا ممكن تضع الشيء الذي تسأل how many pins كم عدد الأقلام الموجودة مثلا on the table أعيدهم مرة ثانية وأعطيك فرصة أن تحاول أن تقرأهم أنت الكلمة الأولى ماذا كيف ترجمها تنطقها what صحيح what وأين where where ومتى when when ولماذا why why ومن who who وكيف how how وكم عدد how many how many يبقى معنا how much أعتقد كلكم بتعرفوها بتروحوا الأسواق بتسألوا على الأسعار فمعروف how much ممكن أنك انت فقط how much is the مثلا تسألوا على الكتاب تسألوا على الكتاب how much is the book how much is the car كم سعر السيارة how much is the house كم سعر المنزل how much is the meal كم سعر الوجبة وهكذا how old من الأسئلة المعروفة للعمر ومعروف هذا السؤال how old are you كم عمرك يعني انت يحفظ بهذا الشكل how old are you طبعا ممكن يسأل حتى على كم عمر هذا البيت how old is the house how old is the car كم عمر السيارة كم عمر البيت كم عمر هذا الحيوان how old مخصصة للسؤال عن العمر how long بتسأل على المدة أنا بسألك انت كم المدة التي مكثتها أو قضيتها في الدولة الفلانية فأقول لك how long did you stay كم جلست في الدولة الفلانية أو how long will you stay أو كم لك أنت الآن ماكث how long have you been منذ متى وأنت يعني تنتظرني أو منذ متى وأنت تشاهد التلفاز فhow long منذ متى تسأل عن الفترة what time وهذا سؤال محدد للوقت أنا بسألك what time متى أريد منك وقت what time do you get up متى أنت تستيقظ what time do you get up what time do you go to work متى تذهب إلى العمل what time do you sleep متى أنا أريد منك أن تعطيني وقت آخر سؤال which يعني ما معنى which معناته أيهما أنا الآن أنت طلبت مني أن أعطي لك كتاب أن أحضر لك كتاب فأنا أوصل إلى الكتب فأقول لك which book أي كتاب تريد which book أو أنا مثلا أقول لك هل ترى تلك الفتاة أو ذلك الرجل فتقول which man أي رجل which girl أي بنت طبعا أنت شايف السيارة التي هناك which car which car أي سيارة which book أي كتاب مثلا do you want أنت تريد إذا أردت أن تكمل السؤال إذن هذه الكلمات أنت في أمثل حاجة إليها لأنه ممكن تدخل في حوار مع أي شخص فبيسألك what is this ما هذا what is your name وقد يسألك beware بأين when بمتى why لماذا أنت متأخر لماذا أنت زعلان who how من كيف how many كم عدد how much كم سعر how old كم عمر how long كم المدة what time متى الوقت which أيهما أنت تريد أو أي كتاب أو أي سيارة أنت تتحدث عن هذه الكلمات ضروري أن تحفظها وتركز عليها كثير جدا لأنه حتى في الحوارات عندما تتحدث مع الناس سيكرر هذه الأسئلة بشكل لن تتخيله تتكرر تتكرر بشكل كثير جدا لأنه what هذه مش فقط what is your name what is this لا 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 what is your job what is your telephone number what is your mobile number what is your email يعني كل سؤال من هذا من هؤلاء الكلمات ممكن تدخل في عشرات ومئات الأسئلة فهي مهمة جدا أول شيء أن تأرف أول كلمة إذا فهمت أول كلمة سهل عليك الباقي وستعرف عن ماذا يسألك أتمنى للجميع أن يكون استفادوا من هذا الفيديو وشكرا لكم وإلى لقاء في فيديو قادم لا تنسوا الاشتراك لا تنسوا تشيروا مع زملائكم عشان يوصلهم وإستفيدوا جميعا شكرا جزيلا وإلى مقطع جديد شكرا جزيلا شكرا جزيلا مرحبا بكم إلى درس جديد ودرس اليوم هو حول هناك أسرار ومعلومات لا يعرف الكثير حول صنع السؤال باللغة الإنجليزية البعض يقول السيد مراد أنا لا أعرف بشكل رائع حقيقة أنا أعرف أقول أين هو جون أين هو محمد أين هو محمد أين هو أبي أين هو أبي يعني أنا أستطيع أن أكون هذه الأسئلة ولكن إذا أردت أسئلة طويلة أو مختلفة أضيئ أول حاجة أريدك أن تعرف أن هناك سبق وانشرحت هذا الموضوع ولكن سأعيده هناك ترتيب لأي سؤال أنت تريد أن تصنعه هذا المفروض يعني ترتيب كيف يا سيد مراد أولا أنت في البداية ستضع كلمتك التي تريدها هنا يعني مثلا الذي تريده هنا تأتي في البداية طيب جميل يأتي بعدها ماذا يأتي الهيلبينغ اللي هي مثلا وهذا يعتمد على فهمك للأزمنة إذا عرفت البرزنت كونتينيوس فتعرف تستخدم إز و آر إذا أنت فاهم للبرزنت سيمبيل ستستخدم الدول للدز إذا أنت فاهم الماضي ستستخدم الدد تفهم الماضي المستمر واز ووير إذا أنت تعرف المستقبل ستستخدم ويل وعلى هذا الحال هنا الأفعال مساعدة نمبر ثري يأتي السابجيكت السابجيكت رقم أربعة يأتي الفعل ورقم خمسة يأتي المفعول به وهذا النقطة طبعاً هذا ليس النقطة اليوم ليس درسنا درسي موضوع آخر ولكن مرتبط بهذا الدرس واحد يقول له هذا الموضوع حلو جداً اكمل اكمل يا أستمراد يعني أنا لو أردت أنه يكون أي سؤال أتبع هذا الترتيب بالضبط مثلاً ماذا أنت تدرس متى هي تستيقظ من النوم جميل 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 أيهما أنت تفضل كذا أو كذا فش أو مين وانا كتبنا هنا وين وين أدرنا هنا أين هي ذهبت هذا المفروض أنه المفروض نتدرب عليه وانت تتقنه المفروض أنه قدر ما تستطيع من الأسئلة وتدرب عليها إنه جميل جداً جداً رائعاً كما المدرس مثلاً كما المدة كما المدرس كما المدرس تمكثها في لندن في بانكوك في ماليزيا في اسبانيا ماذا هم يأكلون ماذا هم يعملون وعلى هذا الحال هذا الموضوع المفروض أنه نحن منتهين منه ولكن ليس جميع الأسئلة not all questions بنفس الترتيب هذا أحياناً هناك أسئلة لا تستخدم فيها نفس الترتيب هذا وستكون كالآتي مثلاً إذا أنت أردت أن تقول who met you وهذا السؤال يعني من قابلت أنت أنت قابلت شخص معين أريد أن أعرفه من هو من قابلت who did you see who met you who saw you من رأاك هناك فرق الآن عندما تقول who met you فرق بينه وبين who did you meet واحد يقول ما الفرق يا أستاذ مراد وضح لي who saw you who did you see ركز معي step by step عشان كده أنا سميت أسرار الأسئلة من قابلت أنت أنت قابلت شخص أنا أريد أن أعرفه لكن هذا السؤال who did you meet تمام who did you meet في شخص قابلك تمام أنت من قابلك هناك شخص قابلك أما هنا أنت قابلت شخص who did you meet أنت من قابلت باختصار باختصار هنا who met you أنا أريد أن أعرف the object who did you who met you who saw you ما رأىك أنا أسأل على العفن على السابجك على الفاعل يعني أنا أسأل على مثلا الإجابة هنا who met you tom met me tom هو الذي قابلني who saw you tom هو الذي رأاني هذا السؤال بيسأل على السابجك على الفاعل يعني أنا أريد من هو الفاعل who visited you من زارك tom زارني أو جدي زارني أنا أريد أن أسألك على الفاعل لكن who did you meet أنت من قابلت أنا بسألك على الأوبجك المفعول به أدي على ذلك أن الإجابة ستكون هنا I met أنا قابلت مثلا my father أبي أنا سؤالي على هذا أبوك أريد أن أعرف أنت من قابلت مش هنا من قابلك لا أنت أنت قابلت أحد أريد أن أعرف هذا الشخص الذي أنت قابلته في هذا السؤال فإذن هنا who did you meet والذي عادة يتبع لترتيب السؤال تبعي الذي عادة نتبعه عندما نصنع أي سؤال وهي أغلب الأسل عادة يتكون بهذا الترتيب فهذه المجموعة أو هذا القانون ترتيب السؤال إذن كما أخبرتك نحن هذه المجموعة من الأسئلة نحن بنسأل عليه المفعول به يعني هذا الترتيب عشان واحد للبعض يقول أنا متخربط يا أستاذ مراد لا تتخربط عندك طريقتين لصنع السؤال خذ نفس عندك طريقتين لصنع السؤال إما أن تتبع الترتيب الآتي وتعمل أي أسئلة تريدها وإما أن تعمل هذه الطريقة وما الفرق بينهم الطريقة الثانية لا تتبع وان تو ثري تلاحظوا أنه على طول هو اللي هو رقم واحد ثم على طول الفعل والذي يأتي بعدها مفعول به يعني يأتي مفعول به مباشرة هو كيلد هم من قتله أو هو كيلد دمينجر من قتل المدير ترتيبه هنا يختلف واحد ثم يأتي على طول الفعل ثم يأتي المفعول به طيب أوك يا سيد مراد أنا هتتبع الترتيب هذا وهسأت تبع الترتيب هذا جميل ما الفرق هذه الطريقة وهي الأكثر شيوعا حقيقة هذه أنت تسأل على المفعول به ما أقول مفعول به سيد مراد دار الكرام هذا ما بيأكلش معايا المفعول به يا عزيزي عندما أنت مثلا تسأل سؤال تعال نكون سؤال فتقول ماذا هي طبخت صح أو لا مش أنت سؤالك تريد أن تعرف ماذا طبخت فالإجابة تبعها المفروضة الإجابة للسؤال على ماذا هي طبخت شي كوكت هي طبخت أنا أريد أن أعرف هذا بيتزا ولا معصوب ولا كبسة ولا أي أريد أن أعرف ماذا طبخت أي أنه سؤالك يبحث على المفعول به الذي هي طبخته ماذا أنت درست إجابتك أنا درست أنا أريد أن أعرف ماذا درست ماذا شاهدت ماذا شاهدت ماذا هي شاهدت هي شاهدت أيوة ماذا شاهدت هذا هو سؤالي هذا الترتيب بيسأل على المفعول به الأوبجيكت لكن هذا بيسأل على السابجيكت على الفاعل فنقول من قتل الدكتور شاهدت ترتيب يختلف ثم يأتي الفعل ثم الدكتور المفعول به أنا أريد أن أفعل عن من؟ أسأل عن من؟ عن القاتل فتكون الإجابة سامي أي سؤالي هنا على الفاعل لكن هنا سؤالي على المفعول به أصبحت واضحة؟ نأخذ أمثل أكثر أنا أسألك من أعطاك المال؟ من أعطاك المال؟ أنا لا أسألك عن المفعول به أنا أسألك من العاطي من يلي أعطاك؟ فتقول لي Moi Father gave me the money Who helped me من ساعدك؟ أنا الترتيب هنا يختلف عن الترتيب هنا Who helped you Who saw you من يعيش في هذا البيت فتقول إذن أنا أريد الفاعل سؤالي أنه عمي أو جدي أو خالي هو الذي يعيش في هذا المنزل إذن الفرق واضح أنت تستطيع أن تكون أي سؤال ولكن خذ بالك أنه هنا يختلف عن هنا هذا تسأل على المفعول بالأوبجيك وهذا تسأل على الفاعل وهذا تقول كيف فرق أنت ركز هو ثبانين بالمئة من الأسئلة عادتنا على هذه الأسئلة لكن أحيانا بتحتاج هذه الأسئلة كما تعرفون من رآها من زارهم من زارهم أنا سؤالي على الفاعل سامي زارهم الشرطة هي التي زارتهم وعلى هذا الحال البعض يقول أنا سأتمرن عليها إن شاء الله وهتكون إن شاء الله واضحة بالضبط كل ما تريد أن تفعله أن تحاول أن تتبع أنا أعطيك الترتيب هذا الترتيب هذا لن تجده أعطيتك الترتيب هنا وعطيتك الترتيب هنا أنت بس اعمل وهتتضح لك الرؤية وحاول تكون تحاول تكوين واحد يقول أنا أريد أن أشاهد فيديواتك السابقة وأبدأ معك من المستويات الأولة اضغط على أسفل الشاشة التي أمامك تعلم الإنجليزي مع مراتك ستظهر لك قوائم التشغيل من قوائم التشغيل ستظهرك المستويات الأول والثانية والثالث والرابع كل مستوى في مجموعة الدروس مع بعض اضغط عليها ستظهر لك الدروس من الأقدم إلى آخر درس آخر درس كل مستوى وهناك اختبار الاختبار هذا يؤكد أنت مستوىك يعني مناسب أنك تشتاز هذا المستوى ولا تعيده اللي يسألني يقول أنا من أي مستوى أبدأ اختبر نهاية كل مستوى فيديو اختبر نفسك وتأكد لا تنسى اللايك والاشتراك شكرا لك حبا موفقا